السلام عليكم ورحمة الله بدرس اليوم رح نختم ثلثي الكتاب ضمن سلسلة المنهاج النظري لشهادة القيادة في تركيا بدنا ننوه انه هاي الدروس مشتركي لشهادات الفئة A يعني شهادة الميتورات وشهادات الفئة B يعني شهادة السيارات بتركيا يا جماعة لحتى تسوق متور لازم يكون معك شهادة من النوع A ولحتى تسوق سيارة لازم يكون شهادة من النوع B طيب شهادة السيارة ما بتخولك تسوق متور لا على الاطلاق بتخولك فقط تسوق الميتورات يلي السي سي تبعها تحت الخمسين يعني خمسين سي سي وتحت فينك تسوق هدول الميتورات الكتير بيجز غيري هاي شهادة الفئة B لانه شهادة الفئة B اساسا للسيارة اما شهادة الفئة A فهي ضمنها بتحوي A1 و A2 A1 للميتورات يلي السي سي تبعها تحت الميون خمسة وعشرين و A2 للي فوق الميون خمسة وعشرين اذا بدي ياك تعريف انه شهادات الميتورات او شهادات السيارات بي شهادة تبعية السيارة البي بتخولك تسوق متور اذا كان السيسي تبعه تحت الخمسين رح ناخد بهاي الشريحة معلومات عن التأمين مدة التأمين هي 12 شهرا او اللي بسموها احيانا التغطية التأمينية الالزامية بس بك تروح تعمل تأمين عند اي شركة التأمين مدة 12 شهرا ما في شركة تعطيك 6 او كذا او كذا لا مدة التأمين 12 شهرا لا يمكن للسيارات ان تسير بدون تأمين الزامي في تأمين الزامي للسيارات لازم ينعمل ما فينا السيارات ان تسير بدون تأمين الزامي عند تغيير مالك السيارات فالتأمين القديم صالح لمدة 10 ايام احنا ما حكينا ان السيارات ما فينها تسير بدون تأمين الزامي طيب اذا تغير مالك السيارة لبينما المالك الجديد يعمل اجراءات التأمين وكذا فالتأمين القديم صالح لمدة 10 ايام يجب على المؤمن عليه دفع المبالغ المتبقية في حدود التأمين في قضون 8 أيام يعني 8 أيام المؤمن عليه اللازم يدفع المبالغ المتبقية في حدود التأمين المعلوم التالي هي الكاسكو هو غبارة عن تأمين يملكه شدي вроде غيوphان ككو هو شرك التأمين بس باتغطي كل شيء تدفع عليها مصارجة زيدة من هذا غير الذامي بتركيا. اما التأمين الالزامي الزامي. اخيرا في عنا هيك متل سؤال هل هناك مركبات لا تحتاج الى تأمين الزامي? قال ايه? الدراجات النارية تحت الخمسين سي سي. اذا بدك بتعملها تأمين. بس التأمين لا الى مانو الزامي. بهاي الشريحة راح نحكي عن المخالفات. قال المخالفات يجب ان تدفع خلال شهر واحد من تاريخ تحرير المخالفة. طيب اذا ما دفعت خلال شهر بصير في غرامي خمسة بالمية عن كل شهر تأخير. طبعا شهر تأخير ما يعني شهر كامل يوم واحد يعتبر شهر تأخير. اما اذا دفعت المخالفة خلال خمسة عشر يوم من تاريخ تحريره فبيحسمو لك الجماعة خمسة وعشرين بالمية. اخيرا يمكن تقسيط المخالفة الى اربع اقصات القسط الاول بيندفع مباشرة. خلينا ناخد مثال. وقفتك دوري وخالفتك بمئة ليرة. دفعت مباشرة بتدفع خمسة وسبعين. اتأخرت عليها شهر ويوم يوم فقطها. لانه ما حكينا انه بس فات يوم بيعتبر شهر كامل. تأخرت عليها شهر ويوم بتصير مية وخمسة. شهرين بتصير مية وعشرة. ثلاثة شهر بتصير مية وخمستعش هيك لحتى تصير ميتين بعد ما بتزيد. لاحظوا هي الملاحظة بحيث لا يتعدى الاجمالة طعفين المخالفة. طيب اذا صار حادث بين طرفين بصير الحادث بين الطرفين. في ورقة منجيبة من المكتب يحكينا عنا سابقا اسمها ضبط خسارة مادية. كل طرف من الطرفين بحط وجهة نظره فيها. وكل طرف من الطرفين بيبعت لشركة التأمين تبعه الفيديوهات والصور يلي التقطة من مكان الحادث. بيجتمعوا شركات التأمين مع بعضهم. هلأ نحن طلعنا برا اللي عملنا الحادث. هلأ صار الشغل عن شركات التأمين والخبراء تبعوتهم. بيجتمعوا مع بعضهم. وبيقرروا نسبة الضرر انه خيوا خمسة وعشرين بالمية على السيارة او خمسة وسبعين بالمية على السيارة بي. ويتم متل ما حكينا بشريحة سابقة دفع مبلغ التأمين المستحق في غضون ثمانة يام عمل من تاريخ ابلاغ شركة التأمين عن الحادث. تسجيل المركبي. شو يعني تسجيل المركبي? يعني انت اذا اشتريت سيارة جديدة بدك تسجلها. طيب في حدي ما بيسجل سيارات وقال ايه? مين ما بيسجل سيارات وهدول. الاول شي سيارات دخلت البلاد من بلدان اخرى مؤقتا. او السيارات المسجلة ضمن بلدان تربطها مع تركيا اتفاقية. تركيا عام لاتفاقيات مع عدد من هاي بلدان. اذا كانت سيارتك من ضمن هاي البلدان اللي فيها اتفاقية فما في داعي تسجل سيارتك لما بتيجي على تركيا. تالت وحدي السيارات بدون محرك شو يعني 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 متورات الكهربا وقد تتطلب تسجيل في البلدية. هلأ السيارات بدون محرك يعني ميتورات الكهرباء ما بدها تسجيل بالمرور بس انت بتسجيلها بالبلدية تعطيك نمرة البلدية مول مرورها مصانع السيارات كذلك ليست بحاجة لتسجيل السيارات يلي بتصنعها ليش نبي ما تبيعها بس انباعت الشخص هو بيقوم بتسجيلها واخر شي سيارات العبور يلي هي المستوردة من بلد وراح تمر بتركيا على بلد تاني مثلا اذا كان في عنا سيارات جاي من المانيا بدأت تعبر على تركيا ومنا بدأت تفوت الى سوريا فهي السيارات ما بتتطلب تسجيل بيع سيارة يا جماعة ما فيك تبيع سيارة بتركيا الا قبل تصفية كل دمامها المالية اذا رحت على النوتير او اللي اسمه الكاتب بالعدل بدك تبيع على واحد تاني بيقولك هاي عليها ضريبة خمسة واشو ان شاء الله تكون ليرة وحدي ما بتم البيع الا لتصفى جميع الذمام المعينة في عنا شي اسمه هي عبارة عن هيئة بتركيا مسؤولة عن معينة السيارات باستمرار مشان يضمنوا انه هاي السيارة بتقدر تمشي او لا وبيحطوا هدول الجماعة مجموعة من الشروط انه مثلا هاي السيارة لازم يكون سطباته شغالين لازم يكون فراماته شغالين لازم يكونوا دواليبه اه مناح لازم يكونوا كده كده لا يعطوها الاذن بانه تمشي ضمن الشوارع التركية هاي اسمه المعينة او بالتركي مواينة تمام هاي بتقوم فيها توف ترك اذا عرفنا غرض المعينة يا جماعة المعينة غرضها انه انت سيارتك يلي راكبها يتأكدوا وجماعة انه لساته صالحة للسير يعني واحد مكسر رضواء وسيارته وفراماته ما نشغالي وكذا هذا بشكل خطر على غيره على حاله وعلى غيره فمشان هيك بيعملوا شيء الزامي انك انت تيجي على توف ترك اتعاين سيارتك كل مده معينة طيب كل قديش لازم معينة خلينا نشوف السيارات الخصوصية هلأ انت اذا اشتريت سيارة من الوكالي فبيجي معها هاي 3 سنين هيك انه ذاتا السيارة جديدة واختبروها الجماعة وكذا بيكون امورها كلها بخير السيارات الجديدة صح ولا ما صح فكل شيء جديد بيجي معه معينة مبدئية معينة الاولى بنسميها السيارات الخصوصية بيجي معها 3 سنين بعد 3 سنين بتجي اول معينة طيب بعدها كل سنتين كل سنتين لازم تعمل معينة شو بتصير بالمعينة يا جماعة بتفوت السيارة بيفحصوا لك فراماته بيفحصوا لك بيقولك شعر الطهو بشعر عالي بيشحطوا فرام فجأة بشوف السيارة بتتوقف ولا لا بشوفوا الدوالي ببناح ولا ما بناح ما الى تلك اذا اذا اشتريت سيارة خصوصية بيجي معها هي 3 سنين بعد 3 سنين لازم كل سنتين تعمل معينة كل سنتين تعمل معينة طيب التركتور بيجي معه من الوكالي 3 سنين وبعدها كل 3 سنين بتعمل معينة مرة طيب المقتورات والتكسي والشاحنة والكميون والباس والمركبات التجارية والمركبات الاخرى سني بسني شو يعني سني بسني ليش هيك قليل كتير يعني الكاميون اول ما بيطلع من المصنع معه فقط سني وبعدين لازم كل سني يجددها ليش هيك هدول مقللين لهم ياهون لانه هدول بتشكله خطورة على حياة الناس يعني تخيل انه يكون بولمن مثلا فراماته مضروبي فهدا الزلمة اذا هو ما بيهول لحاله بيهول مع كل الركاب يلي معه فمشان هيك هدول يعطيناهم فقط سني يعني كل سني بده اه بده ان يروحوا على المعينة بده ان يروحوا على محل بيتم فحص في البولمن كامل وبيعطوه اذن انه خيو هيصار معك سني اضافية طبعا اذا ما نجح بالمعينة بيقوله لي روح صلح كذا وكذا وكذا ورجع عميل معينة تاني يعني ببعض الاحيان مثلا بيكونوا سطوب مكسور او الضوء الامامي مكسور فبيقول له هاي ما نجح بالمعينة روح صلح ادوه ورجع عميلة بيرجع بعينة بيعطو السني الجمعة المركبات ذات عجلتين او يعني الميتورات او بسموا الدراجات النارية احيانا او ثلاث عجلات يعني الترطيرات فبيجي معها من الوكالي ثلاث سنين بعد ثلاث سنين كل سنتين بدك تعملها معينة مرة كل سنتين بدك تعملها معينة مرة هلأ بهاي الشريحة في مجموعة من الاشياء لازم تكون موجودة مثلا لازم يكون موجود عداد ضمن سيارات التكسي بطبيعة الحال لازم يكون موجود جهاز اسمه التاكوغراف ضمن الباصات والكامبيونات والرافعات والساحبات حكينا بشرائح سابقة يا جماعة انه مثلا شوفير البولمان لازم يسوق اربع ساعات ونص ثم يستريه نص ساعة على الاقل ثم اربع ساعات ونص ثم يستريه تذكروا هم هدول وانه ما لازم يسوق سبع ايام بالاسبوع لازم كذا 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 ما الى ذلك جهاز التاكوغراف هو يلي يسجل حركات العربي او حركات البولمان او حركات الكاميو طفاية الحرائي لازم تكون موجودة بالشاحنات والباصات والسيارات والرافعات والساحبات والمركبات التي تحمل مواد خطيرة المركبات التي تحمل مواد خطيرة يعني الشاحنات العادية والباصات العادية والسيارات العادية والرافعات العادية والساحبات العادية وهي المركبات التي تحمل مواد خطيرة مشان ما تفهموا انه تحمل مواد خطيرة هي على كل هدول شاحنات حتى لو مكان تحمل مواد خطيرة لازم يكون موجود فيها طفاي حتى بالسيارات التاكسي بالمناسبة بالسيارات العادية لخصوصية لازم يكون فيه طفاي بالمناسبة اذا رحتوا على المعينة وما فيه طفاي وصندوق الكاردم تشانتس بيسموها او صندوق الاسعافات الاولية اللي بيجي فيها شاش وكذا وكذا ما بي نجحوكم بالمعين بيقول لكم روح اشتروها دول بعدين تعو عينوا السيارة صندوق الاسعافات الاولية لازم يكون موجود بالتركتور وبكل انواع المركبات اللمبة الصفراء اذا بتذكروا انحنا حكينا بدرس سابق انه بتركيا بيجبروا التركتورات انه يحطوا لمبة صفراء فوقهم مشان ينبهون خوذة ونظارات حماية للمتورات بطبيعة الحال نظارات حماية شو يعني الخوذة هي نفسها اساسا هون ما حدي بيحط نظارات حماية الخوذة نفسها بيكون فيها طبقة هيك مثل بلاستيك بتنزل على وشك فهي تحل محل نظارات الحماية مثلث عاكس في الدرجات النارية وكل الم المركبة بشان اذا صار معك حادث تقدر تحطه على الطريق قيود العمر بالنسبة للحصول على الشهادة ادعشر سنة لحدي سوق دراجة هوائية قبل هيك ما فينو ستعاش سنة ليسوا اه المركبات بدون محرك يعني بين قوسين متورات الكهرباء والتنابل كذلك ستعاش سنة ليسوا دراجات نارية لا تتجاوز مية وخمسة وعشرين سي سي اللي هي هاي الشهادة اواحد اللي حكيت لكم باول درس اذا بتذكروا قلنا الشهادات اما ا او بي ال ا فيها ا واحد و ا اتنين ا واحد هي المتورات التي لا تتجا سيتز اوة في بها الرائط واسم توضع عمل ال CoSCA او بين قوسين بيحضركن ادعشر كلويوت قوة المحرك concerned 1�amb soldier كميون رافعة باس صغير 24 سنة لحتى يسوق باس كبير او مركبات بمقتورة بطبيعة الحال منطقي هذا الشرط ليش لازم يكون واعي لحتى يسوق باس كبير او هاي ولازم يكون بطبيعة الحال بصحة بدنية وروحية جيدة الاوراق المطلوبة لحتى تسجل على شهادة اسواء هاي بطبيعة الحال فينا نسميها الاوراق المطلوبة فينا نسميها الشروط وثيقة تعليم ابتدائي على الاقل يعني ما فينك انت تقدم على شهادة اسواء الا يكون معك ابتدائي على الاقل فهي شرط من جهة وورقة مطلوبة من جهة تاني سجل عدلة لازم تطالع من الايدوليت شي اسمه ادلي سجل هذا السجل العدلة لازم ما يكون فيه جرائم تهريب ولا جرائم حياس السلاح اذا الزلم المهرب ما بيعطوك شهادة اسواء ادركية ممكن ينطلب شرطين اضافيين يلي هو التجربي والعمر التجربي في بعض الشهادات ما بيعطوك اياها الا تكون اخذ الشهادة الفلاني من خمسة سنين والعمر ايضا حسب الفئة العمر ذات ان احنا حكيناه بهاي الشريحة انه مثلا الباص الكبير والمركبات المقتورة اذا تحت الاربعة وعشرين سنين ما فينو بياخد شهادة فيه شي اسمه شهادة دولية بتركيا مدت صراحيتها ثلاث اسنين هون بتركز على الشي كتير مهم وهذا مهم ايضا بالمعاين يا جماعة لازم يكون العمق تبع العجلات واحد ونص ميلي واحد فاصل سبتي ميلي متر حتى اكتر من واحد ونص بشوي وإلا ستمتد مسافة الفرامل شو يعني ستمتد مسافة الفرامل يعني اذا بتشحط الفرامل بده مسافة اكبر لتوقي في السيارة هيك يعني وبطبيعة الحال بالظروف اللي فيها مطر لازم نعمل حسابنا 3-4 ثواني اضافية ضمن مسافة الامان لانه بدنا نعمل حسابنا تضحف السيارة او ما يعلي الفرام او 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 ما الى ذلك اخر شي رح نحكي على حزام الامان انه هو اللي جميع من هو في السيارة مو بس للشوفير وبيقلل الحوادث بنسبة 30% كان هاد كل شي بالنسبة لدرسنا لليوم خلصنا الثلثة الكتاب يا جماعة بدروس القادمة ان شاء الله بقينا درسين 3 متخلص الكتاب كاملا